اشتركوا في القناة وواحد وعشرين وأشد سموه في هذه المناسبة بما وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية من تقدم وتطور في جميع المجالات مؤكدا سموه على أهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهم الصديقين متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق تحقيق المزيد من التقدم والنماء كما بعث صاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى معالي سيد ليكي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر